موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية والبداية بالعناوين وزير الخارجية يلتقي ممثل الشؤون الخارجية وسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ويناقشان عددا من القضايا المشتركة ابتداء من العاشر من شهر أكتوبر تحديث الحالة الصحية في توكننا لمن لم يأخذ جرعتين لقاح كورونا الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تشهدها أجواء المملكة موسيقى استقبل صاحب السمول أمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بورل وجرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي والتي ستسهم في تعزيد التعاون المشترك في المجالات كافة وأكد سمو وزير الخارجية أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية وقد امتدت هذه العلاقات لما يزيد على نصف قرن وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018 كما أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي متميزة للغاية فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للسلع بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو واناك تعاون قائم بيننا في العديد من المجالات لقائم مع معاليه اليوم هو استكمال ما لتم التفاهم علي أثناء زيارتي لبروكسل في سبتمبر 2020 والتي قمت بخلالها بالقائم معالي وزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأيضا بعد مشاركتنا مؤخرا في المتاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يسعدنا أن أعلن اليوم عن توقيعنا لمذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي والتي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات كما أرحب بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي والتي عقدت يوم الـ 27 سبتمبر 2021 وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية قد استعرضنا خلال اللقاء الفرصة التي توفرها رؤية المملكة 2030 ومبادتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية كما ناقش سمو وزير الخارجية مع الممثل الأوروبي القضايا الإقليمية ومحاربة الإرهاب والجهود الدولية لتحقيق أهداف التنبية المستدمة قضايا الإقليمية والدولية وتبادلنا وجهات النظر خاصة بما يتعلق بحل الدولتين القضية الفرسطينية ومحاربة الإرهاب ومواجهة التطرف والجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضايا البيئة والمناخ والجهود المشترخة مواجهة جائحة كورونا كما بينت لمعالي خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن ورفضها لمبادرات السلام واعتدائها المستمر على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة الابتزازية والمساومة كما استعرضنا التطورات الأخيرة في أفغانستان وأكدت لمعالي دعم المملكة لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد بما يعود بالنفع على الأمن والسلم القليم الدولي وتبادلنا الأراء أيضا حيال ملف المفاوضات النووية والمتعثر في بينا بين إيران ودول 5 زايد 1 حيث أكدت موقف المملكة العربية السعودية الداعم لجهود الدولية الرامية لمنع إيران من انتلاك السلاح النووي وقلقنا البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامج النووي استردى صاحب السمول أمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيرف لودريان أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل جبير مع وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيرف لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين وأسبل تطويرها على الأصعدات كافة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل جبير مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب برول استعرض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هذا واستعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل جبير مع نائب وزير الخارجية الألماني ميجيل بيرغر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى بحث المسجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي افتتح اليوم المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر بمدينة الرياض الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى أربعة أيام وبحضور عدد من المتخصصين في السلامة الصناعية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمستوى الدولي أكد الدكتور العبد العالي أن تحديث تطبيق توكلنا إلى محصن ستكون بعد استكمال الجرعتين بدءا من العاشر من شهر أكتوبر المقبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ومن خلال منظومة توكلنا سيتم مواكبة هذا الأمر بجوانب مهمة جدا وهي قضية تحديث التعريفات للحالة الصحية سيكون هناك لها تحديثات مهمة جدا ومن أبرز هذه التحديثات أنه اعتبارا أو من بعد تاريخ عشر أكتوبر سيكون هناك تحديث عليها أبرز ما فيه أن حالة محصن ستكون فقط لمن استكمل تحصينه بتلقي الجرعتين في تلك الحالة سيكون الشخص حسب الحالة محصن بدوره أشار المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام عبد المنعم إما أن وزارة الحج والعمرة قامت باستحداث أربعة مراكز رئيس الاستقبال وتجمع ونقل الضيوف الرحمن بشكل آمن كاشفا أن هناك خططا وآليات لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من سبعين ألف معتمر في اليوم وما حدث فيها من عملية توعية الضيوف الرحمن بضرورة الاتباع لجراءات الاحترازية استكمال جرعات التحصين ويرها من الوثائق والتنظيمات والتشريعات اللي سبق الإعلان عنها وكان هدفها الأساسي دائما وأبدا هو الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على مستوى ثابت من عدم تفشي الجائحة ومنظومة آمنة وبيئة صحية آمنة للضيوف الرحمن لما بدأنا في نموذج العمر الآمن بدأنا بستة آلاف معتمر في اليوم الواحد ولله الحمد والمنا نتكلم حتى الفترة السابقة وصلنا إلى سبعين ألف معتمر في اليوم الواحد وما زالت هنا خطط وآليات لزيادة الطاقة الاستيعابية في الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لضمان أنه قرار يكون سليم لأنه نحافظ على مستوى إصابات صفرية لأنه حتى هذه اللحظة لله الحمد لرصدنا عدد صفر إصابات تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطات في جميع مناطق الببلة كما يقدر بـ 42 مليون جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 18 مليون و 911 ألف شخص لتتجاوز نسبتهم 53% من مجموع السكان فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 23 مليون و 441 ألف شخص لتتجاوز نسبة التحصيل بجرعة واحدة 66% من سكان المملكة وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تم تسجيل 49 حالة تعاف وحالتي وفاة رحمهم الله جميع توقع المركز الوطني للأرصاد تكون منخفض جوي يتسبب في أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح على بعض مناطق المملكة بدأ من غاد الاثنين وقال المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان كاشفا عن تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلو بيتر في الساعة وتؤدي إلى إثارة القبار لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم طفل جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مسقط العمانية نتيجة الإعصار المداري شاهين الذي يضرب مناطق عدة بعمان حالية وقال المركز الوطني للحالات الطريقة في عمان إن الأمطار الغزيرة تسببت في وفاة أربعة أشخاص وطفل فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين تحت الأنقاذ وقد أصدرت هيئة الطيران المدني العمانية تحذيرا جديدا أشرت فيه إلى أن الإعصار المداري مستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة منذ يومه الأول نجح الجناح السعودي في إكسبو دبي في جذب اهتمام الزوار من خلال مجموعة المجسمات التفاعلية والأضواء التي كشفت عما يضمه الجناح من محتوى أبهر مرتادي على إيقاع العروض الفلكلورية المتنوعة والأضواء الكاشف الخلابة المزينة باللون الأخضر والتصميم الهندسي الملفت للغاية يستقبل جناح المملكة العربية السعودية في يومه الثالث في معرض إكسبو 2020 دبي زواره بواجهته الشاهقة نحو السماء وبتصميمه الفريد وبالشباب والشبات السعوديين الذين يرحبون بالجميع ويجسدون كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تتمتع بها الثقافة السعودية الأصيلة نجح الجناح السعودي منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوار من خلال مجموعة المجسمات التفاعلية والأضواء التي كشفت عما يضمه الجناح من محتوى متعدد الأبعاد يستند إلى أربع ركائز رئيسة هي المجتمع الحيوي والتراث والطبيعة والفرص الذي منح الجناح فرصة الضفر بمجموعة من الأرقام العالمية القياسية عبر السلالم الإلكترونية الطويلة التي يحتويها الجناح وضمن أجواء من المؤثرات البصرية والسمعية الخاصة تبدأ رحلة من نوع آخر تستعرض ماضي المملكة العريق على جانبي السلالم وتسمح للزوار بالاستكشاف من خلال محاكاة مجسمات مبنية لنحو أربعة عشر موقعا تراثيا وثقافيا تم بناؤها وتصميمها على الجانبين لتفسح للزائر فرصة المعايشة والتعرف على مواقع تراثية سعودية شهيرة من بينها المواقع الخمسة المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل حي الطريف والحجر وجدة تاريخية والفنون الصخرية في منطقة حائل وواحة الأحساب رؤية هو عنوان المعرض الفني الذي يطالع الزوار بعد النافذة الإلكترونية الذي يضم كرة عملاقة بقطر يبلغ ثلاثين مترا متعددة الأوجة بأرضية تفاعلية رقمية تبرز جوهر الثقافة السعودية بأيدي مجموعة من الفنانين والمبدعين السعوديين الذين عكفوا على تصميم هذه اللوحات الرقمية النابضة بالأفكار والتصورات والرؤى التي تجتمع معا لتشكيل لوحة متكاملة تحمل جميع ناصر النجاح والاستمرارية أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان خدمة تيسرت ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق وتأتي هذه الخدمة ضمن إسهامات منصة إحسان لدعم جميع المجالات الخيرية بناء على دراسة واقع الاحتياج وبالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين على سداد المطالبات البالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان واختيار خدمة تيسرت ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع مشاهد الكرام نشرتنا انتهت بقي أن نذكركم بعناوينها وزير الخارجية يلتقي ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ويناقشان عددا من القضايا المشتركة ابتداء من العاشر من أكتوبر تحديث الحالة الصحية في توكن لمن لم يأخذ جرعتين لقاح كورونا والأرصاد تحذر من تقلبات الجوية تشهدها أجواء المملكة مشاهدنا الكرام نشكركم جزيلة شكر على طيب المتابعة في أمان الله